شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوماداتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم حديثنا في هذا اليوم نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في فصلين الفصل الأول يتناول ظاهرة طيبة أخذت تنتشر في الآونة الأخيرة وهي ظاهرة المجالس البيتية المجالس التي يقيمها المؤمنون في بيوتهم إحياء لذكريات أهل البيت هذه الظاهرة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وما أعظمها من نعمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في انتشار هذه الظاهرة حتى يكون في كل بيت مجلس حسيني المجالس البيتية لها أبعاد متعددة نذكر من هذه الأبعاد بإذن الله سبحانه وتعالى ثلاثة البعد الأول بعد التعليم نحن نحتاج إلى التعليم التعليم هدف من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وآله ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا هدف من الأهداف العظيمة التي بعث لأجلها النبي صلى الله عليه وآله هذه المجالس التي تعقد وسيلة من وسائل تحقيق هذا الهدف نحن نحتاج إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هذه المجالس دليلنا إلى الله نحن نحتاج إلى معرفة النبوة هذه المجالس دليلنا إلى النبوة نحن نحتاج إلى معرفة الإمامة هذه المعرفة التي عندنا نحن المؤمنين بالإمامة بقضايا الإمامة بفروع الإمامة من أين اكتسبناه غالبا من هذه المجالس ولذلك لاحظوا الفرق بين من يحضر هذه المجالس ومن لا يحضر هذه المجالس الأفراد اللي يحضرون في هذه المجالس حتى الصغار حتى الشباب في بداية حياتهم شاب عمره خمسطعش سنة ولكن عاش في هذه الأجواء نمى في هذه الأجواء تشوفون أنه يعرف معالم دينه ولو بمقدار وتجدون أن الآخرين هذا شيء ملاحظ للآخرين تشوف عالم من علماءهم كبير خريج الجامعة الفلانية أحياناً يتناقى شوية الشاب من شبابنا فيفحمه هذا الشاب هو عالم هو رجل كبير ولكن شاب من هؤلاء الشباب تجدون في بعض الأحيان يفحمه يتغلب عليه ينتصر عليه ليش لأنه هذا تلقى المعرفة من معينها إذن في الواقع نحن نحتاج إلى هذه المجالس لنتعرف على الله لنتعرف على النبي صلى الله عليه وآله لنتعرف على الإمام لنتعرف على أصول الدين لنتعرف على فروع الدين لنتعرف على الأحكام الشرعية هذا هو البعد الأول من أبعاد هذه المجالس بعد التعليم البعد الثاني وهو بعد مهم بعد التزكية التعليم غير التزكية الإنسان الإنسان يحتاج إلى جناحين يطير بهما في سماء الكمال جناح العلم وجناح الأخلاق 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 غير العلم يمكن يكون عالم ما عنده أخلاق هؤلاء الذين ادمروا البشرية منهم عالم عالم بالسياسة عالم بالاقتصاد عالم بالاجتماع عالم بالذر عالم بالفيزياء ولكن يستخدم هذا العلم في تدمير الإنسان وفي تدمير الحياة العلم شيء والأخلاق شيء آخر فالبعد الأول التعليم البعد الثاني التزكية التعليم يتعلق بالعقل والتزكية تتعلق بالقلب شو يحضرون يحضرون هذه المجالس أخلاقهم مشاعرهم قلوبهم على طول التاريخ إن تلاحظوا مو قضية آنية هذا خط الذين نموا حنان الأهم حنان الأهم البعد الثالث البعد الثالث أن هذه المجالس مظهر من مظاهر التوسل وليلتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الأبواب التي جعلها الله وأمرنا أن نلجأ إليها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هذا مظهر من مظاهر اللجوء إلى الله وإلى أبواب الله والاستمداد منهم والاستلهام منهم فترة لعل هذه الفترة كانت في بدايات القرن التاسع عشر ونهايات القرن الثامن عشر جاء هنالك صنم عبده الناس وهذا الصنم هو صنم العلم المادي مو العلم الحقيقي العلم الواقعي العلم المادي العلم في ذلك الإطار الضيق نحن عدنا عالم الشهود نشترك في هذا العالم مع الحيوانات نحن نرى الحيوانات ترى أيضا ربما بعض الحيوانات مدى رؤيتها أكثر من نحن نسمع حيواناتهم أيضا تسمع ربما مدى سمع بعض الحيوانات أكثر من نحن نشم سمع ورؤية واستشمام بعض الحيوانات أكثر من إذا إحنا قصرنا العالم في إطار هذه المعادلات المادية التي نشاهدها إذن نحن لم نفترق عن الحيوان بشيء أكو عالم الشهود وأكو عالم الغيب لكن جاءت فدموجة وأنكرت كل شيء خارج إطار هذا العالم المادي الضيق أنكرت كل شيء إحنا لا نؤمن إلا بالعلم العلم يعني العلم المادي فقط مو أكثر من هذا لا نؤمن بالعقل لا نؤمن بالغيب ولكن هذه كانت فورة ثم سكنت هذه الفورة الآن حتى في الغرب أكو هنالك ردة عن هذا الاتجاه المادي بعض الأشياء التي الآن تشوفوها في الغرب هذه لها عوامل متعددة أنا ما أريد أشير إلى تلك الظواهر ولكن أكو عوامل من جملة هذه العوامل أن الغرب الآن عنده رد عن ذلك الاتجاه أكو هنالك اتجاه قوي في الغرب إلى الله وإلى القضايا الروحانية وإلى عالم الغيب وإلى حفظ القيم والمقدسات والأخلاق هذا الرجل هذا الرجل من كبار علماء الغرب هذا الرجل لا يؤمن بالنبي ولا بالأئمة صلوات الله عليه ولكن ولكن رجل منصف عالم له شهادات أستاذ في عدة من الجامعات العالمية الرجل المعروف مؤلف كتاب الإنسان ذلك المجهول يقول في هذا الكتاب لقد اعتقد الناس في كل عصر ومكان مو قضية الآن لا هذه فطرة الإنسان هاي طبيعة الإنسان لذلك حتى في القبائل البدائية تشوفون آثار هذه الظاهرة حتى في القبائل البدائية في القرى في الأرياف التاريخ المدون ما قبل التاريخ الفترة اللي البشر ما تمكن أن يدونها تجدون آثار هذه الظاهرة لقد اعتقد الناس في كل عصر ومكان بنوع من العلاج السريع للأمراض في المعابد والمزارات والأماكن المقدسة تذهب إلى المزار تذهب إلى مشهد تذهب إلى المدينة وتطلب الشفاء من ولي من أولياء الله تطلب منها أن يكون شفيعاً لك إلى الله سبحانه وتعالى هذه ظاهرة كانت في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مدينة ولكن بعد تقدم العلوم الطبيعية في القرن التاسع عشر ضعف أساس هذا الاعتقاد الناس انبهروا بالعلم بهذه الاختراعات بهذه الاكتشافات الصور أن العالم منحصر في هذه الدائرة الضيقة ولكن المشاهدات والملاحظات المتوفرة لدينا توجب ضرورة التعمق في تأمل هذا الأمر هناك مشاهدات ما يمكن أن نفسرها بتفسير مادي هذه تحتاج إلى تفسير آخر هناك مشاهدات كثيرة جمعتها المؤسسة الفلانية ما علي بها الطبية هذه المعلومات المتوفرة حاليا عن تأثير الدعاء الفوري في شفاء الأمراض تستند إلى تقارير عن مرضى مصابين بأمراض متنوعة ومو أمراض عادية لا أمراض صعبة مثل السل العظمي وخراج السل البارد والقرحة المتعفنة والسل الجلدي والصمم والسرطان وغيرها من الأمراض التي شفية أصحابها بطرق لا تختلف كثيرا بين هذا وذاك من المرضى على أثر الدعاء على أثر التوسل على أثر الالتجاء إلى عالم الغيب شفيت هذه الأمراض بطرق متشابه ففي معظم الحالات يشعر المريض بألم شديد ثم يبرأ من المرض برأ تام ثم وبعد بضع ثوان أو دقائق أو ساعات على الأكثر في ثوان أو دقائق أو ساعات تلتأم الجروح وتزول أعراض المرض كلية في كل هذه الحالة هذه المجالس حقيقة مؤثر الآن نحن أمامنا في يوم الأحد على ما هو المعروف ذكرى وفاة أم البنين صلوات الله عليها هذه المرأة التي كانت تلقب بالعالمة هذا اللقب يطلق على نفرين في التاريخ زينب الكبرى صلوات الله عليها وأم البنين في ثلاثة عش جماد الأولى يعني يوم الأحد على ما هو المعروف في العشرين من جماد الأولى جماد الثانية عدنا ميلاد الصديق الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من الضروري حقيقة علينا كل واحد مننا إذا يتمكن يخلي مجلس عام في بيته إذا ما يتمكن ولو بهذا المقدار يدعو خطيب من الخطباء خطيب يدعو خطيب من الخطباء يجي يبعد هو وأولاده ويستمع إلى قرائته ولو بهذا المقدار هو هذا المقدار فيه تعليم وفيه تزكية وفيه توسل السيد عبدالهادي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه هذا المرجع الكبير يقول رأيت في المنام الإمام الحسين صلوات الله عليه وبجنبه العباس أو علي الأكبر الترديد مني أنا المتكلم وبيده ديوان فيها أسماء الخطباء خادم أهل البيت وسائلنا إلى أهل البيت صلوات الله عليه حقيقة الخطباء لهم فضل عظيم علينا جميعا نحن لا نعرف قيمة هذا الفضل ومقدار هذا الفضل لهم حق على العلماء لهم حق على الناس كافة يقول رأيت بيد الإمام الحسين أو بيد علي الأكبر أو بيد العباس صلوات الله وسلامه عليه ديوان فيها أسماء الخطباء ورأيت في ضمن هذه الأسماء اسم المرزى جعفر أخ الجد رحمة الله تعالى عليه هذا أيضا مدون في اسم الخطباء مع أنه أعرف أنه مخطي بهذا هذا رجل دين مخطي رجل دين غير خطي فتعجبت من ذلك يقول عندما استيقظت سألت المرزى جعفر رحمة الله عليه أنت من الخطباء قال وكيف فقلت له هذا المنام قال في الواقع أنا مو من الخطباء ولكن أنا فكرت أنني بكيت كثيرا في مجالس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ولكن أنا ما أبكيت الإبكاء هو إلى قيمة البكاء له قيمة عظيما والإبكاء له قيمة عظيما أنا بكيت ولكن ما أبكيت فجمعت فجمعت أهلي وأولادي وأخذت الكتاب وقرأت لهم المصائب من الكتاب هو بهذا المقدار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كتبه في ديوانه ولو بهذا المقدار واحد لا يقول ما أقدر ليش إذا واحد ما يقدر على شيء عام قلت هو وأولاده وخطيب في غرفة فيها أربع نفرات هو بهذا المقدار هذا في الواقع فيه حل لمشاكلنا أحد الأشخاص أنا أعرفه جيدا كانت له مشكل وهذه المشكلة دامت يمكن حوالي ثمنطعش عام مشكلة من المشاكل يقول في يومي الأيام كنت أمشي في بعض أزقة قوم شافني واحد من الأشخاص وكان مطلع على هذه المشكلة التي أعاني منها فقال لي لماذا لا تدعو لحل هذه المشكلة ليش ما تدعو يقول يقول فقير صاحب خان الامر بيد الله صحيح الامر بيد الله ولكن الله سبحانه وتعالى أمرك بالتوسل وأمرك بالدعاء وفعلا دعا هذا الرجل الذي استمرت مشكلته 18 عام تقريبا والله سبحانه وتعالى حل مشكلته بطريقة تشبه الإعجاز مو بالشكل الذي أراده بشكل ما كان يمكن أن يتخيله ولا يتخيله أحد من الذين كانوا مطلعين على هذه المشكلة هذه المشكلة حلت قبل سنة وأشهر تقريبا بعد 18 عام من استمرار هذه المشكلة إذا واحد هو ما لجأ إلى هذه الأبواب التي جعلها الله سبحانه وتعالى فهو المقصر إذا واحد ما طلب دنياه إذا واحد ما طلب آخرته إذا واحد ما طلب دينه من هذه الأبواب هو المقصر لذلك في الحقيقة فمن الضروري الاهتمام لترويج هذه المجالس وإقامة هذه المجالس حتى يكون في كل بيت مجلس بإذن الله سبحانه وتعالى أحد الخطباء يقول في طهران هذا الخطيب يقول كنت قاعد في تاكسي من مكان إلى مكان عندما أوصلني صاحب التاكسي إلى البيت دفعت له المال أو إلى المقصد يقول اضطيت للمال فرفض أن يأخذ المال قال ما أخ قلت للي قال أنا عاهدت الله ألا أأخذ من خادم من خدمة العباس مالا إذا أشوف خادم من خدمة العباس أنا ما أخذ من مال قلت له لماذا قال أنا مسيحي هذا السائق كان رجلا مسيحيا هؤلاء كرمهم شعبة من كرم الله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كرمهم شعبة من كرم الله مشتق من كرم الله سبحانه وتعالى إلي يلجأ إليهم حتى إذا يكون كافر كرمهم يشمل المؤمن والكافر كما أن كرم الله سبحانه وتعالى يشمل المؤمن والكافر يقول أنا مسيحي وكانت عندي مشكلة وهذه المشكلة أن الله سبحانه وتعالى لم يعطني ذرية ما كان عنده ذرية هذه المشكلة اللي يعاني منها كثير من المؤمنين فرج الله عنهم جميعا وكلما راجعت إلى الأطباء والدكاتر ما فات الطبيب مو بيده الأمر ليس لك من الأمر شيء الطبيب يعمل باجتهاد يشخص المرض ويشخص العلاج بعد ما يجي مننا أكثر من هذا كلما راجعت إلى الأطباء وكلما حاولت ما فات يقول أنا على أثر مخالطتي مع المسلمين أقعدوا إياه سمعت بأنه نالك شخصا وجيها عند الله وأنه باب من أبواب الله وهو أبو الفاضل العباس يقول على أثر كلامهم أنا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى وتوسلت إلى الله وقلت لله سبحانه وتعالى إن هؤلاء المسلمين يقولون إن أبو الفاضل له جاه ومقام عندك بحق أبو الفاضل إلا ما فرجت عني هذه الكربة هذا شيء يدعى به هذا بين قوسين أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأبو الفاضل ويتلو هذه الكلمات يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين بحق أخيك الحسين إلا ما كشفت كربتي كما كنت تكشف الكرب عن وجه أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه اكشف عني هذه الكربة يقول فقلت لله سبحانه وتعالى اللهم بحق هذا الرجل إلا ما كشفت كربتي يقول لم تمضي إلا فترة بسيطة وإذا بهذه الكربة تزول والله سبحانه وتعالى فرج عني ورزق ني أولادا يقول من ذلك الوقت أنا صممت أن لا آخذ مالا من خدمة العباس وننقل هذه القضية أيضا التي ينقلها المقرم رحمة الله عليه في كتابه وكاتب السند في كتابه كلهم ثقات هذه القضية حدثت في أيام الشيخ خزعل وفي تلك المناطق يقول كانت العادة الجارية في ذلك الوقت أنه في أيام محرم الخطيب كان يقرأ فإذا وصل إلى المقتل الناس كانوا يقومون ويلطمون ويبكون هذا كان عادتهم يذكر السيد المقرم يقول كان هناك رجل في تلك المناطق اسمه مخالف هذا الرجل أصيب بعاهة في رجله واستمرت هذه العاهة وانتهت إلى تيبس رجله رجله صارت مثل الخشبة وكلما حاول وراجع الأطباء ما نفعل علاج يقول عندما كان يجي إلى الأسواق أو كان يجي إلى المجالس الناس كانوا يأخذونه ما يتمكن يمشي واستمرت هذه الحالة فيه ثلاث سنوات الناس كانوا يشوفوا يعرفوا يقول في السابع من محرم اللي هو يوم العباس صلوات الله عليه على ما هو المعروف في بلادنا الخطيب قرأ مصيبة العباس صلوات الله وسلامه عليه وعندما وصل إلى قضية المقتل يقول الناس على عادتهم قاموا وأخذوا يلطموا ويبكوا ويظهرون مشاعر الحزن وهذا الرجل قاعد في مكانه ما يقدر يقول في هذه الأثناء وإذا بالرجل هذا يقوم من مكانه وينادي بأعلى صوته أنا خالف قوام من العباس بلهجته يقول الناس اللي شايفي اللي يعرفوه شايفي هذا شافوا قاموا كل شي ما بي وهو يهتف ويصرخ يقول التموا حوله وأخذوا يشققون ملابس للتبرك ويقبلون وجهه ويديه يقول إلى أنه مجموع الضر أنه ياخذوه يودوه في غرفة حتى لا يصاب بشيء سألوه شنو اللي حدث شنو اللي صار قال الناس عندما قاموا وأنا قاعد في مكاني ما أقدر وإذا بي أرى شخصا كانت أخذته سنة من النوم أو في عالم الكاش والشهود لذلك العالم يقول رأيت رجل طويل القامة جميل على فرس أبيض طويل جاء إلي وقال لي يا فلان لماذا لا تقوم وتلطم على العباس مع هؤلاء فقلت يا مولاي لا أستطيع أن أقوم ما أقدر فقال لي قم والطم معها فقلت له لا أستطيع يا مولاي أعطني يدك حتى أقوم فقال ذلك الفارس أنا ما عندي فقال لي خذ بركاب فرس يقول أنا أخذت الركاب وقمت وإذا بأجد رجلي سليمتين بباركة التوسل بأب الفضل العباس صلوات الله عليه هذه القضايا مو بالعشرات مو بالمئات مو بالألوف ملايين الناس الذين أخذوا حاجاتهم يقول فأصبح ذلك اليوم في تلك المناطق أعظم من يوم عاشراء من بكاء الناس وعويلهم وصراخهم وبكائهم هذا الباب باب مفتوح لمن بابك مفتوح لمن للراغبين وخيرك مبذول للطالبين الإنسان يجب أن يطلب يطلب دينه يطلب دنيا يطلب حسن العاقبة يطلب الجنة يطلب الشفاعة يطلب أن تكون ذريته ذري مؤمنة طيبة ولكن مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين الإنسان يجب أن يطلب وهذه المجالس مظهر من مظاهر الطلب ومظهر من مظاهر السؤال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإحياء هذه المجالس وأن لا يحرمنا هذا الفيض العظيم الإخوة المؤمنون الذين اهتموا بإحياء هذه المجالس في بيوتهم حقيقة هذا عملهم عمل مقدر عند الله محبوب عند رسول الله محبوب عند الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويزيد في توفيقهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة